بعد شهرين من انسحاب القاهرة من محادثات سد النهضة اجتماع سوداسي لوزراء خالجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا الاجتماع يأتي في أعقاب دعوة دولة جنوب إفريقيا الأطراف للتشاور من جديد وتعد هذه الجولة إجرائية للتفاوض بشأن تغيير منهجية التشاور ووضع جدول زمني لهذه المحادثات النقصتين مهمين جدا لابد أن نصل فيهم إلى حل النقصتين دول يعتمدوا على اتفاق ملزم يلزم الأطراف ويسجل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحيث أن محدش يختلف عليه بعد ذلك هذا الاتفاق يجب أن يكون نمرة واحد على تشغيل وإدارة السد نمرة اتنين أن يكون هناك آلية لفضل المناسعات الموقف الأمريكي الأخير بحجب بعض المعونات المقدمة إلى إثيوبيا قد يكون بمثابة حلحلة للأزمة حسب ما يعتقد كثيرون لكنه قد لا يكون كافيا لإقناع أديسة بابا التي تحاول كسب الوقت بالتراجع عن موقفها الأحادي كل المعطيات تقول بأن هذه جولة جديدة من جولات تضيع الوقت إلا إذا حدث جديد وأتصور أننا لسنا بصدد ذلك لأن الأسيوبيين بالتأكيد ينتظرون الانتخابات الأمريكية ويأملون في أن تكون هناك إدارة جديدة قد يكون لها موقف قد تتخذ نفس الموقف وقد يكون لها موقف مختلف وبالتالي هم يحاولون الالتفاف على تصريحات ترامب ما سيتفق عليه وزراء الريء والخارجية للدول الثلاثة سيرفع إلى القادة للتشاور بشأنه وتسر القاهرة على موقفها بالتفاوض وعدم قبولها سياسة الأمر الواقع الذي قد تفرده إثيوبيا عليها تعاول القاهرة كثيرا هذه المرة على محادثات سند النهضة بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية من جديد على خط الأزمة لكن نجاحها يبقى مرهولا بالضمانات التي يمكن أن تقدمها إثيوبيا بما يكفل عدم الإدرار بالحقوق المائية لدولتي المصابة أيا رادي سكاينيوز عربية القاهرة